هذا مدير الشؤون الدينية تعال معسكر رأنا في قريب عام فوتنا وحدة حافظة لكتاب الله عز وجل هي مشريفة ومسكينة ما تشوفش ضريرة وعندها اليتامة وتسكن في سيك قلنا لها خليها في سيك والبرنامج ناداه وبعتنا لها شعر من مرة خليها في سيك وتخلص أقل هو دارها في معسكر ما تشوفش مسكينة كدير تروح لمعسكر وترجع وكذا فنقول لك يا مدير الشؤون الدينية اتقي الله فإنك ملاقيه والرسالة التاعي للسيد وزير شؤون الدينية خون الحبيب العزيز الدكتور بالمهدي يوسف جزاك الله كل خير هذه حالة مأساوية فاتت شافوها ملايين جزائريين فكيفاش تقعد تروح تخدم في معسكر وعود مؤخرا قالوا لي كأنها كذلك يعني ربما يعني توقفت من العمل وعندها اليتامة وتحفظ كتاب الله عز وجل أنا ما نقول أي حاجة ما نعرفكش يا سيد مودي الشؤون دينية تكلمت معك بالهاتف وما رضيتش مليح يعني كما ينبغي نقول لك اتقي الله هادي توقف لك يوم القيامة بين يديك عمام الله عز وجل تقول لك غبنتني وتقول لك أنا حافظة لك كتاب الله وانت مسؤول على الشؤون الدينية وغبنتني وما خليتنيش نخدم في بلادي بالسومة أقل كما قالت لك